قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بزيرة اليوم إلى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة بمقر قامته في مملكة البحرين وبحث سموه معه سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين والارتقاء به إلى أفاق أرحب تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين بالإضافة إلى آخر المسجدات على السحتين الإقليمية والدولية وخلال اللقاء شهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما وصلت إليه العلاقات البحرينية العبانية من مستويات متقدمة من التعاون المثمر الذي يعكس عمق علاقات الأخوة التاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين وأكد سموه اهتمام مملكة البحرين بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون في شتى القطاعات ارتكازا على ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر تاريخية قوية ومتينة فعرب سموه عن ثقته في أن قمة أصحاب جلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين سوف تسهم في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك إلى أفاق جديدة في التعاون بين الأشقاء في شتى المجالات وشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمظاهر النهضة والتنمية التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان من جانبه أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يقوم بها من أجل تنمية العمل الخليجي المشترك وما يقوم به سموه من جهود لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مشيدا بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين من أجل نجاح القمة الخليجية على كافة الأصعدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة